حلقة النهاردة ان شاء الله باعتبرها من الحلقات المميزة جدا على كابسولة صحة لان هكلمك النهاردة عن واحد من اهم الفيتامينات اللي كل الناس بتحتاجها وفي حالة نقصه بيؤدي لمشاكل خطيرة جدا وكمان هندخل في سراع صغير كده مع اخواننا النباتيين اللي ما بيحبوش يأكلوا الحيوانات النهاردة هكلمك عن فيتامين با 12 هقولك ليه بعض الناس لازم تاخد فيتامين با 12 من برة هقولك فيتامين با 12 ان في بكتيريا معينة موجودة في جسمك في جزء معين من الجسم بتقدر تخلقه هقولك ليه بعض الناس عندهم مشكلة في امتصاص فيتامين با 12 ومين الناس اللي لازم ياخدوا فيتامين با 12 عن طريق الحقن ما ينفعش ياخدوها حجوب ده اللي ان شاء الله هنتعرف عليه النهاردة في كابسولة صحة يلا بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات كابسولة صحة فيتامين با 12 هو فيتامين يأتي فقط من المصادر الحيوانية ولا يأتي من المصادر النباتية سمعيني يا اخوانا نباتيين من المصادر الحيوانية فقط فيتامين با 12 مقاوم للحرارة لا يتأثر بالحرارة يعني مهما سخنت اللحوم او الدواجن او البيض او الحليب يظل محتفظ بفيتامين با 12 موجود فيه طب لو انت ما بتكلش الحوم ونباتي او ما بتكلش لحمة كتوفير او يعني لاي سبب ان كان ما بتروحش خالص ناحية المصادر الحيوانية فيتامين با 12 تقدر تجيبه منين يا اما بتاخده من برا وهنتكلم عليها كمان شوية او في عندك بكتيريا موجودة في الامعاء الغليظة البكتيريا دي بتقدر انها تخلق بيتامين با 12 بس البكتيريا دي طبعا بتأثر بحاجات كتيرة جدا ان انت مفر لها الوسط اللي هي تعيش فيه او ان انت مثلا ما بتاخدش مضادات حيوية كتيرة يعني ممكن تبقى مصدر سنوي بس ماينفعش الشخص يعتمد عليها كمصدر رئيسي لحصول على بيتامين با 12 عشان كده الناس مثلا اللي لقدر الله عندهم ضارا او الناس اللي هي بتاخد مضادات حيوية الفترات طويلة اكتر من شهر مثلا الناس دي طبعا البكتيريا دي بتتأثر لان المضادات الحيوية مش بيدخل جوا يميز هو بيقضع البكتيريا النفعة او البكتيريا الضرة وبالتالي بياخد كله في سكته فالبكتيريا دي بتتأثر ففيتامين با 12 بينقص عن ده فيتامين با 12 بقى بعد ما بيتخلق او بيتم امتصاصه في الجسم هو بيروح يتخزن في الكبد وخلينا اقول لك بقى لأول مفاجأة معنا ان المخزون اللي بيكون موجود في الكبد ده يقدر يقضي الشخص حاجاته من فيتامين با 12 عن طريقه لمدة سنتين ايوه زي ما سمعت المدة سنتين تقدر تعتمد على المخزون اللي موجود في الكبد من فيتامين با 12 على اساس ان ده حاجة ربنا مدهالك بتتخزن بكميات كبيرة فحضرتك لازم بقى تحافظ على المخزون اللي اتخذ منه ترجع له تاني بحيث ان يفضل الجسم محافظ على المخزون ده لاي ظرف طارق لقدر الله اعتبره كده مخزون استراتيجي او تحويش الفيتامين با 12 في جسمك مفاجأة تاني ان كل الفيتامينات اللي بتدخل جسمك بيكون لها مستقبلات للفيتامين يعني مثلا الزنك دخل الزنك ليه مستقبل في الامعاء بيستقبله عشان يتم امتصاص الزنك عن طريقه معادة فيتامين ب12 فيتامين ب12 الوحيد اللي موجود ليه مستقبل للمستقبل بمعنى في حاجة بتتفرز من الجدار البطني في المعدة اسمها الانترينسيك فاكتور فيتامين ب12 بينزل من عن طريق الاكل مثلا اللي انت اكلته او اخدته كحبوب فهو بيروح يمسك في الانترينسيك فاكتور ده في المعدة بعد كده الانترينسيك فاكتور او المستقبل اللي استقبله في المعدة ده لمستقبل خاص به في الامعاء يعني المستقبل اللي في الامعاء مش خاص به فيتامين ب12 اللي انا بقولهلك ده بقولهلك ليه بقى عشان اقولك ان انتصاص فيتامين ب12 في الجسم لا يعتمد خالص على الكمية اللي انت وكلها بل يعتمد على المستقبل اللي موجود في المعدة اللي استقبل فيتامين بي 12 هل هو موجود بكمية كافية ولا لا طيب مثلا انت خدت هنقول 1000 فيتامين بي 12 بس نزل الالف دول لقوا 200 مستنينهم في المعدة عشان يوصلوهم بالمستقبل اللي موجود في الامعاء يبقى اللي تم امتصاصه هو 200 مش الالف الباقي ده كله بيخرج عن طريق البراز انما اللي انت استفدت منه فعليا 200 طيب لو فرضا الالف راحوا لقوا 100 بس يبقى هما 100 لو لقوا 50 بس يبقى هما 50 ملقوش حد خالص يبقى مش هيتم الانتصاص فيتامين بي 12 مهما تكون اخدت منه من بره عن طريق الفم في الحالة دي لما يبقى شخص عنده حالة من الحالات اللي هنتكلم عليها كمان شوية الصح ان هو ياخد فيتامين بي 12 حقا ما ياخدوش حبوب او لو واحد مثلا جرب اخد فيتامين بي 12 فترة وعنده عرض من الاعراض اللي هنقولها كمان شوية ومتحسنش روح خد فيتامين بي 12 حقا لو عندك نقص جديد في فيتامين بي 12 في التحليل روح خد حقا ما تاخدوش حبوب ليه؟ لان الحقا اولا بتوصل على الدم مباشرة بدون ما تعدي بكل المراحل اللي احنا قلنا عليها دي لو حضرتك مكمن معدة لو حضرتك عامل تحويل مصار لو حضرتك خدت ادوية بتاعت الحموضة فترات طويلة زي النيكسيام والبنتزول والحاجات دي لو حضرتك عندك جرثومة معدة كل الناس دي بالمختصر المفيد الصح ان هما ياخدو فيتامين بي 12 حقا ما ياخدوهوش حبوب لان لما هياخدوه حبوب مش هيستفيدوا اي حاجة طب احنا ليه اصلا مهتمين كل الاهتمام ده في فيتامين بي 12 ما عادي ينقصيه زي اي فيتامين لا انتبه بقى عشان فيتامين بي 12 لما بينقص عندك بيأثر على كذا حاجة في نفس الوقت اول حاجة لو نقص عندك بيعمل نوع خبيث جدا من الانيميا الانيميا اللي فيتامين بي 12 نقصه بيعملها هي من اخبث انواع الانيميا لازم تنتبه منها جدا لانها بتدمر كرات الدم او بمعنى صح بيبقى عندك كرات الدم مش شكلها كبير كده بس ولا لها اي وظيفة فده نوع خطير جدا من انواع الانيميا فيتامين بي 12 هو بيدخل بشكل رئيسي في تكوين الغلاف بتاع الاعصاب يعني بالزبط كأنه عندك سلك والسلك ده فيه جوه منه سلوك صغيرة او رفيعة نحاس السلوك دي لو ملهاج غطاء كويس من بره موجود متغلب بشكل كويس هيحصل تلف فيها وبالتالي مش هتوصل كهرباء الزبط ده اللي بيحصل عندك في العصب العصب ده اللي غلاف من بره اسمه غلاف المايلين غلاف المايلين ده تكوينه الرئيسي من فيتامين بي 12 لو نقص يحصل الخلال ده تب ده لو حصل يعمل ايه يعمل لحضرتك تنميل في الاطراف يعمل لك دوار ودوخة يعمل لك مشاكل في الجهاز العصبي على الجسم كله في عندك كمان بقى حاجات تانية بتحصل زي حكة وحمرار ومشاكل في البشرة كمان يعني مش على قد الاعصاب بس عشان كده مريض السكر دايما بننصحه انه هو ياخد فيتامين بي 12 لانه اكثر الناس عرضة ان يحصل معاه مشكلة تلف الاعصاب لاسباب كتيرة اولها السكر نفسه ان السكر بيأثر على الغذاء اللي بيوصل للعصب ثانيها انه هو بعض الناس اللي بتاخد ادوية زي الميت فورمن واحنا اتكلمنا في الحلقة بتاعت الميت فورمن لو ما سمعتهاش ارجوك ارجع اسمعها حلقة الميت فورمن قلنا ان من اكثر مشاكل الميت فورمن انه هو بيعمل نقص اصلا في امتصاص فيتامين بي 12 فبالتالي الشخص ده بيكون احوج ما يكون ان هو يستخدم فيتامين بي 12 من بره ابن عم فيتامين بي 12 هو الفوليك اسد وان شاء الله نبقى نعمل حلقة مخصوصة عشانه بس خلينا اقول لك حاجة الفوليك اسد ده جسم بيستخدمه بكميات كبيرة جدا بس ما بيخزنوش فيتامين بي 12 الجسم بيستخدمه بكميات قليلة جدا بس بيخزنوه فده يقول لك بالضبط اهمية فيتامين بي 12 في الجسم هو عمل بالضبط زي التوابل كده يعني انت مثلا ممكن تجيب شوية فلفل اسمر يغيرو لك تعمل اكلة تماما بس لو عملتها من غيره او زي الملح مثلا الملح بيكون شوية قليلين تحطه على رز قدي كده بس لو بدون الملح ده مش هتعرف تدق الرز ولا هتستطعمه بالضبط ده فيتامين بي 12 زي ما بيقولوا ايه ما خف وذنه وغلى ثمنه او غلط فائدته بقى هنا في الحالة دي ان هو كميته قليل يقيلة الجسم بيستخدمها بس مهم جدا يبقى نجمع بقى كل اللي احنا قلقنا اعت ME 12 في نقاط بيتامين بي 12 اول حاجة الناس العرضة لنقص فيتامين بي 12 الناس الي عندها مشاكل في المعدة عملة تكميم او عملة تحويل مصار الناس الي بتاخد ادوية حموضة باستمرار الناس الي اخدت مضادات حيوية لفترات طويلة الناس الي عندها جرثومة المعدة او لقدر الله عندهم سرطنات في المعدة الناس الي بتاخد دواء الكلادور من بتاع السكر لو انت من الناس دي تحاول تاخد فيتامين ب12 حؤن السبب الثاني انه ممكن يكون بسبب زي ما قلنا الناس نباتيين اللي هما اصلا ما بيخضوش مصادر حيوانية وده نقدر ندهوله على شكل حؤن او على شكل حبوب بس الافضل طبعا الحؤن اسرع واقوى مفعول بس هو ما عندوش مشكلة في الامتصاص زي الناس اللي احنا قلنا عليها في الاول فالافضل انه يخضو حبوب او يخضو حؤن ما فيش اي مشكلة والحد هنا وصلنا نهاية الفيديو بتاع النهاردة اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم واتمنى ان يكون المعلومات اللي موجودة فيه فدتكم شكرا واشوفكم ان شاء الله الحلقات اللي جاء على خير اشتركوا في القناة فعالوا زر الجرس شاركوا الفيديو معي حد تاني ممكن يستفيد به سلام عليكم اشتركوا في القناة